أكد نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك لصحيفة سونداي وولد أن الحكومة الألمانية قد استأجرت أربع محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال وسيتم تشغيل أول محطتين مؤقتتين في أسرع وقت ممكن بحلول نهاية هذا العام وفقاً لكلامه فإن ألمانيا ستعمل على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المسال بوتيرة غير مسبوقة وذلك بغية التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي هذا وأعرب رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية كلاوس مولر يوم السبت عن قلقه من احتمال قطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي بشكل كامل عن ألمانيا مضيفاً أن خط أنبيب الغاز نوردستريم واحد على وشك الخضوع لإصلاحات روتينية وهي يمكن أن تتحول إلى إصلاح مسيس طويل الأمد إذ قلصت مجموعة غاز برومة الروسية في وقت سابق من يونيو إمدادات الغاز الطبيعي المتجه إلى ألمانيا عبر خط أنبيب نوردستريم واحد بنحو 60% من مطر ألمانيا إلى تفعيل المستوى الثاني من خطط الطوارئ لنقص الغاز الإنذار ورداً على ذلك قال الجانب الروسي أن الانخفاض في حجم إمدادات الغاز في نوردستريم واحد يرجع إلى فشل شركة سيامنس الألمانيا في عادة أجزاء ضغط الغاز التي تم إصلاحها في الوقت المحدد وهذا لا علاقة له بالجانب الروسي ونظراً إلى الوضع الحالي الألماني لإمدادات الغاز الطبيعي قالت الوكالة الاتحادية لشبكات الألمانية أنه في حال حدوث نقص في الإمدادات بالغاز فإن الأولوية هي ضمان حصول الأسر والمستشفيات وشركات الأدوية والورق على الإمدادات اللازمة هذا ودع رئيس الوكالة الاتحادية لشبكات الألمانية يوم السبت المواطنين الألمان إلى تقريص استهلاك الطاقة علاوة على ذلك بدأت بعض المدن بدراسة تدابير لتعامل مع انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي إذ قال في ذات اليوم عضو مجلس الشيوخ عن البيئة في هامبرغ إن مدينة هامبرغ ربما ستنفذ نظام توزيع المياه الساخنة على البيوت والحد من درجة الحرارة القصوى للتدفئة الداخلية في حالة حدوث نقص خطير في الغاز الطبيعي